لسه مع اتحاد الكرة وتم تأجيل اجتماع الجمعية العامية للاتحاد الكرة لعدم اجتمال النصاب القانوني وده الوضع حاليا تعالوا نشوف تفاصيل تأجيل هذا الاجتماع يلا بنا لا دي الميزانية بقى خلاص اللاجنة خلاص اللاجنة خلاص ابتكلم على الجمعية العامية تعجلت خلاص دي الميزانية بتاعة اتحاد الكرة شهد قائمة الاراضات الخاصة بالميزانية ارتفاعا في عام 2022 عما كانت عليه في عام 2021 وذلك بمقدار 174 مليون جنيه تقريبا حيث اصبحت 315 مليون بعدما كانت 181 مليون جنيه في العام الماضي حلو يعني ده معناه ايه؟ معناه ان الاراضات زادت تعالوا نشوف اللي بعد على الجانب الاخر ارتفعت المصروفات بمقدار 132 مليون جنيه بقى اصبحت ميازية عن 251 مليون جنيه بعدما كانت 119 مليون جنيه يعني تقريبا زيد حوالي 132 مليون جنيه في ميزانية 2021 زيادة 132 مليون جنيه مصروفات ماشي يعني انت كسبت او دخلت لك اراضات كتيرة بس صرفت كتير مكافيات المنتخب الاول كشفت الميزانية عن عدم منح لاعب المنتخب الاول اي مكافيات مالية بينما تم منح لاعبي منتخب الكرة الخماسية 22 الف جنيه و 57 الفا لمنتخب الكرة الشاطئية المنتخب الاول اللي وصل لنهاية كأس الامر الافريقية المنتخب الاول اللي وصل لاخر مرحلة في التصفيات النهائية المؤهلة الكأسي العالم ما تصرافلوش جنيه ويقولت لكم قبل كده ندعيب المنتخب مستقين جدا من هذا الامر جدا نكم مصروفات المنتخب الاول وباقي المنتخبات والاكاديميات اوضحة الميزانية ان مصروفات المنتخب الاول في 30 يونيو 2022 شهدت اترفاعا يصل الى نحو 15 مليون جنيه بزيادة عن مصروفات العام الماضي والتي كانت نحو 89 مليون جنيه يعني انت صرفت كتير كمان عن المنتخب الاول فصرفت فمش تدي مكافئات لبعضه شهدت مصروفات النشاط الرياضي الخاص بكل المنتخبات والاكاديميات بالاضافة الى مصروفات الدولي المصري وكأس مصر والدرجة الاولى والسانية الوصول الى مبلغ 198 مليون جنيه اللي بعضه حصل اتحاد الكرة على 46.779 مليون جنيه من اعانات الاتحادين الدولي والافريقية الكرة القدم فيفا وكاف بواقع 37.48 مليون جنيه من فيفا و9.35 مليون جنيه من كاف اوضحت ميزانية اتحاد الكرة وصول المديونات على الاندية لصالح الاتحاد مبلغ 166 مليون جنيه 7.735 مليون جنيه وتصدر اندية الجيزة هذه القائمة ب62 مليون جنيه وليها اندية اسكندرية ومطروح ب34.5 مليون جنيه وما يقرب من 22 مليون جنيه على اندية الكاهرة مرتبات موظف الاتحاد اوضحت الميزانية انها تم رصد مرتبات لموظف الاتحاد بلغت نحو 13.9 مليون جنيه في حين تم منح مكافئات للعملين وصلت الى 5. في حين تم منح مكافئات للعملين في اتحاد الكرة وصلت الى 5.7 مليون جنيه بجانب 757 الفا كمكافئات نهاية خدمة لموظفين انتهت مدة عملهم اكيد الميزانية دا بتتراجع من الجامعية العمومية بس رقم ملفت يعني مكافئات العاملين 5.7 مليون جنيه معرفش يعني لا قادر انتقد ولا برضو قادر اقول انه ده صح بس اكيد الجامعية العمومية هتراجع هذا الامر ممكن تبقى مكافئات طبعا مستحقة وارد يعني عشان برضو ايه مظلمش حد طيب بس رقم ملفت يعني لفتني وانا بأراضي الوقت مرتبات موظف الاتحاد وصلت اجمال المصروفات التي تم رصدها 36.5 مليون جنيه في ارتفاع عن العام الماضي والتي كانت 27.45 مليون جنيه يعني زيادة تقريبا 9 مليون جنيه مرتبات مرتبات المستشارين واعضاء اللجان اوضحت الميزانية ان الرواتب والمكافئات الخاصة باعضاء اللجان والمستشارين وصلت لما يقرب من 5 مليون جنيه بتراجع نحو مليوني جنيه عن العام الماضي والتي كانت فيها 7.244 مليون جنيه كما تم تزديد 20 مليون جنيه قيمة دفعات شركة تقنية الفيديو يعني هي ارقام انا عارف الارقام دي بتبقى متعبة شوية ومزعجة شوية للسادة المشاهدين بس مهمة برضو نعرف اتحاد الكرة بيشتغل ازاي وبيصرف ايه وبيعمل ايه اشتغل دايما دايما بيتقالينا اتحاد الكرة يعني ايه ما عندوش فلوس مديون طول الوقت اتحاد الكرة مديون رغم ان اتحاد الكرة في اي حتة في العالم لازم يكون مؤسسة رابحة جدا لازم بياخد فلوس من الاندية وبياخد فلوس من رعاة وبياخد فلوس من منتخبية يعني عندو مصادر داخل عديدة وكثيرة مفهول ما يبقاش بيخسر ده اعلم في جمعية عمية هي اللي بتحاسب انا ما حاسبش لما جمعية عمية بقى تعترض نبقى نجي نتكلم ساعة بس لحين اكتمال النصاب القانوني وعقد الجمعية العمية فالجمعية العمية هي لها الحق فقط في محاسبة اتحاد الكرة قبل الشتر واحد